أبو علي من الشارق بارك الله فيه يقول أنا عندي ثلاجة في الغرفة هل يمكن أنني أضعها في الحمام خاصة وأنني مجتملة على شيء من الأطعمة أبو علي بارك الله فيك بالنسبة للحمام والمرحاض ما وضع لهذا وإنما وضع لقضاء الحاجة فالإنسان يدخل الحمام لقضاء الحاجة ولذلك العلماء نصوا على كراهية الأكل والشرب والحديث أيضا أثناء قضاء الحاجة ولهذا النفس الوازع الطبعي المطبوع والمغروس والتي جبلت عليه النفوس يرفض أن يأكل الإنسان في الحمام أو أن يضع شيء من الأطعمة في الحمام حتى لو كان ثلاج أنا لا أتحدث لك الآن عن الكون حلال أو حرام أتحدث لك عن شيء تنفر منه الطباع السليم ما أحد يرضى أن يجعل الثلاجة ثلاجة الأطعمة وثلاجة الأكل داخل دورة المياه ولذلك أنا أنصحك أخي الفاضل بأن تجعلها في مكان آخر وتبقي الحمام أو المرحاض على ما هو عليه ترجمة نانسي قنقر